قد يستغرب المشاهد في غزة كيف يغيب قتل وجرح آلاف الفلسطينيين على يد المحتل الإسرائيلي عن كلمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أمام مجلس الأم الدولي رغم أن موضوع الكلمة كان حماية المدنيين في النزاعات المسلحة لكن أعضاء المجلس المعنيين بالمحافظة على السلم محكمون بأجندات جيوسياسية ويحتاجون للتذكير أحيانا بمهمتهم تقرير جوتيريش دعا لإحالة الجرائم ضد المدنيين إلى المحكمة الجنائية الدولية بعد تجاوز عدد القتلى 26 ألفا خلال عام هذه الأرقام لا تشمل ضحايا فلسطين منذ آذار مارس الماضي فمن المؤسف للغاية أن ندخل ذكرى عام من العشرين منذ طرح مسألة حماية المدنيين في مجلس الأمن ونحن نخفق في معالجة إحدى أكبر وأقدم الانتهاكات في حق المدنيين العزل وهي قضية الشعب الفلسطيني الشغيق غالبية الدول الغربية التي تتجاهل حقوقهم ركزت اهتماماتها على الحكومة السورية وتجاهلت كليا القضية الفلسطينية كما تستمر في تزويد التحالف الذي تقوده السعودية بالسلاح والأهداف والخبرات متجاهلة جرائمه بحق الشعب اليمني مجلس الأمن قد يصوت في وقت قريب على مشروع قرار يدعو لحماية الفلسطينيين لكن الأمل في تبنيه يبقى ضعيفا للغاية المعايير المزدوجة تبقى سيدة الموقف في مجلس الأمن الدولي فالولايات المتحدة التي تدعو إلى المحاسبة في سوريا ترفض أي حماية للسكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة رغم المجازل الأخيرة التي وقعت نزار عبود الأمم المتحدة نيويورك الميادين ترجمة نانسي قنقر